دهدوه يحاول المغربي صاحب الثلاثة وعشرين سنة اللعب المنتقل على سبيل عاري لداخل منطقة الجزاء العرضية في المرمى التعادل مع الدقيقة تلاثة وخمسين فادي فريد فادي فريد يأتي بهدف التعادل من متابعة وبكرة أرسلها من داخل منطقة الجزاء هنا أحلى حسن دهدوه ثم كرة عرضية يفشل دفاع فاركو في إبعادها بعد محاولة وبكرة أسكنها في الشباك مغالطا حارس المرمى يغالط الدفاع هو الأحسن دهدوه صاحب الارسال لكرة عرضية صاحب الصناعة المتميزة وفادي فريد لم يتوانى ولم يتأخر في وضع الكرة في الشباك تتهيأ أمام فادي فريد هدية لابد من قبلها بالتأكيد هدية لم يرفضها فادي فريد أسكنها برأسه في الشباك